نمر الآن إلى المتجهات أول شيء لازم نفرق بين فيكتور وسكالر بالنسبة للفيكتور تجد عنده مغنيتيود and direction يعني لو أنا عندي قوة متبقة في نقطة ما رح تكون عندها اتجاه معين وقيمة معينة قد تكون مثلاً الديس بليسمينت أو الفيلوسيتي أو الأكسليريشن هذا لو تكلمنا عن الحركة وقد تكون مثلاً الشد في أي حبل لو أنا عندي بوكس مثلاً الشد في الحبل هذا رح يكون عنده متجه وعنده قيمة بالنسبة للسكالر هو عنده مغنيتيود لكن ليس له أي اتجاه أو direction على ذلك نثف مثلاً الماس والفوليوم والتمبرتشا اللي ما عندهاش اتجاهات معينة لكن عندها قيمة Vector Classifications ازاي رح نقسم ال Vectors في نوع رح نسميه Fixed أو Bound Vectors النوع هذا يعني its points of application is very important if it changes the result of the analysis will also change يعني لو أنت غيرت مكانها رح تغير النتيجة مثلاً لو أنا عندي هنا بوكس وبدفعه وبقوة من هنا لو غيرت أنا نقطة التطبيق هنا مثلاً قد لا تعطيني نفس النتيجة فهذا بسميه أنا Fixed أو Bound Vector أمر الآن لـ Free Vectors May be freely moved in space without changing their effect on the analysis يعني لو أنت غيرت المكان تطبيق القوة هذه ما رح يأثر على النتيجة مثلاً لو أنا عندي مقوة سيارة وجيت جذبت من هنا أو تفعت لفوق من هنا طبعاً القواتين ليست متطبقتين في نفس المكان بنفس القيمة نعم لكن ليس نفس المكان لكن أعطتني نفس النتيجة فبالتالي هذا يقدر أسميه Free Vector نمر الآن إلى Sliding Vector مثلاً لو أنا عندي سيارة هنا وحاولت أدفعها من الوراء بألف نيوتن أو أجذبها من الأمام بألف نيوتن على نفس خط التطبيق وفي نفس الاتجاه رح أتحصل على نفس النتيجة وبالتالي هذا يمكن نسميه Sliding Vector أو متجه انزلاقي نمر الآن إلى معنى Equal Vectors Equal Vectors have the same magnitude and direction مثلاً في الحالة هذه لو عندي أنا ألف نيوتن هنا وألف نيوتن هنا يعتبران الاثنين Equal Vectors Negative Vector of a given Vectors has the same magnitude نفس القيمة in the opposite sense مثلاً هنا لو أنا عندي Vector P بقيمة 100 it may be a negative vector in the other sense in the other sense minus 100 أو يمكن أيضاً تكتب 100 وتعكس الاتجاه وهذا يسمى negative vector ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر